الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين رب نجعل بيوت المسلمين بيوتا آمنة مطمئنة أنزل عليهم المودة والرحمة والسكينة واحفظ نساء المسلمين وبنات المسلمين وشباب المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين بحفظك يا رب العالمين وبعد في اللقاء الواحد والخمسون من سلسلة القدوة الطيبة للمرأة المسلمة وصلنا إلى السيدة حمنة بن تجحش رضي الله تعالى عنها يا أخت أم المؤمنين زينب بن تجحش وهي حمنة بن تجحش بن رياب الأسدية من بني أسد بن خزيمة أخت زينب بن تجحش وكانت عند مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله فوردت له محمد وعمران ابني طلحة ابن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وكانت من المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت أحد وكانت تسقي العطشة وتحمل الجرحة وتوداويهم وهكذا المرأة لابد أن يكون لها دورا فعالا في المجتمع الذي تعيش فيه ملامح هذه الشخصية شخصية حمنة اجتهادها في العبادة الإمام أحمد روى في مسنده عن ثابت بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا بين ساريتين بين العمودين مجدود حبل فقال لمن هذا؟ قالوا لحمنا بن تجحش فإذا عجزت أي عن الوقوف والقيام للصلاة تعلقت به فقال للتصلي لتصلي ما طاقت فإذا عجزت فلتقعد وفي حديث آخر فليصلي أحدكم نشاطة لربما يذهب يدعو فيدعو على نفسه بذل ما يدعو الله سبحانه وتعالى نفسه يدعو على نفسه فقال للتصلي ما طاقت فإذا عجزت فلتقعد وذلك عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ويدل هذا على عظمة هذه المرأة وشدة عبادتها وكثرة عبادتها كذلك من صفاتها كان لها مواقف عظيمة جدا يروي محمد بن جحش ابن عبد الله بن جحش قال قام النساء حين رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد يسألنا الناس عن أهليهن لأن استشهد في هذه الغزوة سبعين واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخبرن حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فلم تسألهم رأة إلا أخبرها فجاءته حمنة بنت جحش فقال يا حمنة احتسبي أخاك عبد الله بن جحش قالت إن لله وإن إليه راجعون رحمه الله وغفر الله له ثم قال يا حمنة احتسبي خالك حمزة بن عبد المطلب قالت إن لله وإن إليه راجعون رحمه الله وغفر له ثم قال يا حمنة احتسبي زوجك مصعب بن عمير قالت يا حرباء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للرجل لشعبة من المرأة ما هي له شيء يعني له مكانة عظيمة قال محمد بن عمر في حديثه وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت على مصعب ما لم تقولي على غيره قالت يا رسول الله ذكرت يتمى ولده لما ولدت حمنة بنت جحش محمد بن طلحة بن عبيد الله جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه محمدا وكناه أبا سليمان إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد استحطت حيضة منكرة شديدة يعني ليست عادتها حيض ليس من عادتها فقال احتشي كرصفا يعني ضعي قطنا قالت إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجة يعني بينزل بطريقة شديدة قال تلجمي يعني ربط المكان وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي وصلي ثلاثا وعشرين أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخرى الظهر وعجل العصرة واغتسلي غسلا وأخرى المغرب وعجل الإشاء واغتسلي غسلا وهذا أحب الأمران إلي ولم يقل يزيد مرة واغتسلي للفجر غسلا هذا الموقف يبين أن المرأة المستحادة إما أن تغتسل إما أن تغتسل لكل صلاة أن تغتسل لكل صلاة وتجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء أو تتوضأ في رواية أخرى تتوضأ عند دخول الوقت لكل صلاة لكل صلاة وهذا من باب التيسير الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هذا الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم روى تحمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ومنها ألا إن الدنيا حلوة خضرة ألا إن الدنيا حلوة خضرة فربا متخوض في الدنيا ليس له يوم القيامة إلا النار يبقى لابد المسلم أن يتخفف من الدنيا وأن يضع نصب عينيه لقاء الله سبحانه وتعالى حتى يكون من هؤلاء السابقين السابقين أو من أصحاب اليمين جعلنا الله وإياكم منهم ولم يجعلنا من أصحاب الشمال الضالين المكذبين اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا